اشهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بجهود مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها في تهيئة سبول النجاح وتوفير كافة المقاومات المطلوبة خلال مراسم احياء ذكرى عاشوراء التي ستبقى بخصوصيتها وطبعها الروحاني من ابرز اركان الحريات الدينية والتعددية المذهبية التي تنعم بها مملكة البحرين على امتداد العصور واضف جلالته ان احياء ذكرى عاشوراء هذا العام اتسمى باعلى مستويات الانضباط والتنظيم بما يؤكد رحابة البحرين كمجتمع منفتح ومتجانس اواحة اخاء والسلام وسط عالم لا سبيل امامه الى التعايش والتعاون من اجل صالح الجميع وثمن جلالته ما قامت به الاجهزة الحكومية كل في مجاله من جهود حثيثة ومتكاملة لحياء ذكرى عاشوراء مشيدا بتقديم كافة القدمات الامنية والمجتمعية وإحاطة الشعائر بالعناية والمتابعة اللازمة لضمان ممارستها بحرية ونظم ونوه جلالته بجهود المؤسسات والاجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ومجلس الاوقاف الجعفرية والعلماء والمشايخ الافاضل ورؤساء المآتم واللجان المشرفة وجهود فرق العمل الميدانية من المتطوعين وثمنا جلالته ما أبده الجميع خلال أحياء ذكرى عاشوراء من وعي ومسؤولية وطنية شكرا حسن المتابعة ودقة وسلاسة التنظيم